قدام محكمة الاسرة بيقف الزوج ويرفع دعوة نفي نسب لابنه اللي عنده 3 سنين السلام عليكم و اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة المفاجأة يعني ايه مفاجأة يعني حدث يحصل ما توقعناهوش يعني تصرف يحصل من شخص ما تخيلناش ان يوم من الايام يصدر منه التصرف ده المفاجآت انواع فيه مفاجآت حلوة فيه مفاجآت سيئة فيه مفاجآت صادمة فيه مفاجآت كارثية زي موضوع حلقة النهاردة قدام محكمة الاسرة بيقف الزوج ويرفع دعوة نفي نسب لابنه اللي عنده 3 سنين 3 سنين دعوة نفي النسب دي بتكون لما الزوجة تحمل والراجل يبقى عارف انه ما بيخلفش لما ساعات الست تخلف ويلاقي شكل الابن غريب جدا زي اللي حصل في السيرة الهلالية لما الابن تولد اسود زنجي من امه واب لونهم ابيض فبتكون مفاجآ وبيكون شك بيدعو الزوج انه يقلق من مصدر الطفل ده ويحس انه هو مش من دمه ولكن بعد 3 سنين من ميلاد الطفل الزوج بيروح وبيقول ان ده مش ابني ازاي هي دي المفاجآ الكارثية بعد ما الراجل تجوز وبعد معاش حياة طبيعية جدا مع مراته وفيه فراش الزوجية كانوا طبيعيين جدا مشكش في سلوكها يوم من الايام حملت بعد الجواز خلفت وبعد 3 سنين وبمحد الصدفة اتفاجئ انه فيه علاقة ما بين مراته وما بين شاب غريب ايه العلاقة دي علاقة عاطفية طيب تفاصيل العلاقة فيه صور وفيه محادثات بتقول انه العلاقة دي علاقة كاملة ومحرمة طيب دي مفاجآ كارثية طب المفاجآ كانت واحدة لا ده كانت انيل كمان انه الزوج في دعواه بيقول فجأت بمقاطع فيديو اباحية للزوجة في متناول اكتر من شخص مع اكتر من شخص فكانت صدمة كبيرة جدا بالنسباله وده اللي خلاه يتخانق مع مراته خناقة كبيرة جدا ويحصل مشادة ومشاكل والعيلة تتدخل وراح الراجل واخد الطفل وعامل تحليل للطفل علشان نوصل للطريق السد والموضوع القاسي جدا على الاطراف المحيطين بالعيلة دي وعلى الراجل ده علشان الراجل يتفاجئ بانه الطفل ده مش ابنه الطفل من بعد التحليل اكتشف انه مش ابنه وانه عايش بقاله 3 سنين مع زوجة جايبة طفل من خيانة زوجية وعايشة مع جوزها عادي وحملة عادي وولدت عادي وعمل اسبوع وجابه الملبس وراح كتب ابنه في السجل المدني وسجله باسمه والدنيا زي الفل وشايل حمادة ورايح بحمادة وجايب لبن لحمادة وجايب هدوم العيد لحمادة سنة واثنين وتلاتة والستة شايفة بجبروتها الطفل ده عايش في حضن الاب ده او في حضن الراجل اللي هو اساسا مش ابوه وعايشة بمنتهى الهدوء عادي جدا كان ممكن ان انا ما اتكلمش على ردود افعال الزوجة دي او ان انا يعني ابقى متدايق جدا من موقفها لو ما كانش الراجل راح عمل تحليل الحمض الوراثي اقول اهو بيفتري عليها اهو لسه المحكمة هتثبت انما في حيثيات القضية انه الراجل ده راح عمل تحليل بالفعل وثبت بالفعل انه الطفل ده مش ابنه فبيروح للمحكمة وبيرفع قضية نفي نسب علشان يتشال اسم الراجل ده من شهادة الميلاد اللي بتختص بالطفل ده على المستوى القانوني فالمادة 15 من القانون 25 لسنة 1929 والخاصة باحكام النسب بتكفل الحق للراجل او للزوج انه ينفي نسب طفل وضعيته زوجته كمان بيكفل الحق للزوجة يا اما تثبت نسب الطفل بكافة طرق او انها تطعن في دعوة الزوج او في اتهام الزوج ليها وتثبت نسب الطفل ده للراجل ده في الحقيقة موضوع صادم جدا وموضوع مؤلم جدا لطرف بيروح يدفع دم قلبه وبيروح يتجوز ويجهز شقة ويجهز عفش ويجهز مهر ويجيب بقى المعازيم والفرح ويجيب انسانة يستقمنها على شرفه ويستقمنها على زريته ويجيبها في بيت وبتحمل وبيكون سعيد جدا بخبر الحمل ومنتظر الابن اللي حيشيل اسمه وبيتفاجئ الراجل ده في النهاية انه الزوجة دي بتروح تقيم علاقات في الحرام وتحمل وتولد وبتشيل الراجل الشيلة دي وبتعيش عادي سنين طويلة موضوع في الحقيقة انا عارف انه صادم الله يكون فعون الراجل ده وربنا يعني يسامح الست دي ويجزيها على قد عملها ومن الحلقة دي ومن القصة الصادمة دي بدعو كل الناس وبدعو كل الرجالة انك لما تيجي تتجوز بلاش ترشيحات الارايب بلاش ترشيحات المعارف اعرف كويس قوي البيت اللي انت دخله اعرف الست اللي انت حتستأمنها على شرفك وعلى زريتك وعلى عيالك شوف العيلة وشوف تصرفات العيلة وشوف الام وشوف الاب وشوف التربية عاملة ازاي شوف عقيدة البنت واحترامها ليك واحترامها لبيتها واحترامها لامها واحترامها لنفسها وشوف المسألة هتوصل معاكم ازاي بعد كده وبلاش تتدب كده على طول في وسط ترشيحات من ناس كتير قوي يقولولك يلا بقى تجوز يلا بقى عايزين نفرح بيك ده انا عندي ليك بقى عروسة ما حصلتش ده انا بنت اختي مخلصة كلية ايه ولا بنت اخوية معهد ده انا بنت اخوية يعني بنت بنوت مطرح ما تحطها تلاقيها دعنيها في الارض ما بترفعهاش مفيش الكلام ده دلوقتي دور في كل بنت وفي كل بيت حتدخله علشان تناسبه دور على العقيدة دور على المبادئ اللي جوه البيت ده لكل بيت والكل اب والكل ام عندهم بنت على الجانب الاخر طبعا بقول لهم لما يجي لكم واحد حياخد بنتكم بلاش تجوزوها لحد ما تعرفوهوش او لمجرد السؤال عنه خلي علاقة النسب ما بينك وما بين الطرف الاخر عن يقين ومعرفة ومعلومات ومبادئ هنشيل منها طبعا انه يكون اول حاجة في الموضوع كله الجانب المادي هو مهم ولكن ليس الاهم بسأل المولى سبحانه وتعالى السلامة لكل بيوتنا ولكل بناتنا ولكل الشباب اللي موجودين علشان صلاح الاسرة هو من صلاح المجتمع بشكل عام اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المحاكمة اشتركوا في القناة شكرا